اشتركوا في القناة اتفعل الجرس عشان وصلك كل منخصات افلام الرب اللي بعملها وكمان عشان وصلك كل منخصات مسلسلات الرب اللي بعملها شاك جاهز طب يلا بينا بيبدأ فيلمنا بستة وبنتها رجميلة عربية وبينولها عفشوم في مدينة الام بعد اما اطلعت وثبت المدينة اللي كانت عايشة فيها مع طالقة وبيبدأ ويدخلها عفشوم جوة البيت ثاني يوم وصلت ماجي لمدرسة الجديدة بتاعتها وكانت مستغربة المكان وبتدور على الفصل بتاعها فشاب بنت على كرسي متحرك والبنت طلبت منها تساعدها وتزوء الكرسي فماجي ساعدتها والبنت شكرتها وثبتها ومشي بنشوف بعد كده اريكا اللي بتشتغل في بار وبتعرف على زميلها ستو وقال لها انوارتي واكيد هتنبسط معنا بنرجع لماجي وبتكون احدى في المكتبة تفتر فداخت عليها زميلتها في المدرسة تتعرف عليها وقت لها ازايك انا هلي وهلي اخذت موبايل ماجي وسجيت رقمها وقت لها في حفلة بكرة وتعالي صار معين وماجي قلت لها اسفة انا احضر حفلة مسوكية مع امي فهلي قلت لها على راحتك يا عسل تاني يوم ماجي سيحت من نوم لقيت اريكا لبسة وخرجة وقت لها زميل واخد اجازة ولازم اروح الشغل بداله فماجي قلت لها طب والحفلة ست الحبايب فاركا قلت لها مقدار شغيب انا كمان وثبتها ومشت فماجي قلت لها اشطى انا جاي اصار معاكم بعدها هلي وبقيت الشلة راحوا ياخدوا ماجي من عند البيت ماجي دخلت لعربية وكان جوة بقيت الشلة وهم واندي وتعرف كلهم على بعض فهلي قلت لها ان الحفلة تلغب لكن اشطى هنتسنكح شوية نشرب لنا كسين بعدها الشباب وصلوا عند محل خمرة وعشان هم ليس صغيرين ومحدش غير دي بيعلهم الخمرة دي فالدررات بيقاف على مم المحل وبيطلبت اي شخص كبير يدخل له لاشتري لقطب لكن كل الناس كانت بترف فالدررات خنأ ورجع لعربية قال لهم حد منكم ينزل ياشتريها فالشباب اختروا ماجي هي اللي تنزل عشان لسه إجدها في المنطقة ومحدش يعرفها فماجي نزل تجرب وعادت عليها شت اسمها السوين فطلبت منها تشتري الخمرة فالسوين رفضت فاندي نزل اعتذر لها فسوين بسطة عربية لقيتها بتاعت شركة هوكنز للامن وتقريبا في حوار مع صاحب العربية وانعرفه كمان شوية المهمس قالتهم انت هتشربوا الحاجة دي فين فاندي قالها في منطقة اسمها ريكام الصخور فسوين قالت له اه انا عارف المنطقة دي هيها ما رحتها مع صحابي وانا في سنوكو وفي النهاية وافقت تدخل تشتيره من خمرة بعد ما جابتها قالت لهم استمتوا بوقتكم وبعد ما مشت لوها رجعت خبط على الازاز بتاع العربية بقوة فالعيال اتخضوا منها فايتلهم انت ستديكم الباقي بعدها سوين وصلت مكان شغله اللي هو عيادة دكتورة بيتارية يعني وبحثت على الفيسبوك على رقم تليفون شركة هوكنز للامن نفس اللحظة الشباب وصلوا منطقة ريكام الصخور وماي واندي وافقوا داردوش مع بعض وحصل بينهم استلطاف بدناجع على سوين وكانت باتصل ببين هوكنز ابو اندي وقيت له ابنك اخذ عربية الشركة وراح بها منطقة ريكام الصخور يذكر مع اصحابه ايه شغل العالب تمامين ايه ده يا سو بنروح للشباب وكانوا بذكروا والدماغ حلوة لكن لو عربية شرطة دخل عليهم فدخل عليهم ظابط وقال لهم انا جايتي لفوق من شخص وقال ان في مجموعة شباب قاعدين بذكروا في ريكام الصخور وبصل اندي وقال له ابوك اللي بعثنا عشان احباسك وقال له انا كنت بلعب مع ابوك كرة واحنا في السنوي لكن ابوك حقير فانا هامشي تاني وفي خلال عشر دقايق تلوموا حاجتكو وتمشوا من هنا تاني يوم ارجع اخذت الكلب بتاعها تطعاموا في العيادة اللي تشتغل فيها السوين وسابت لها الكلب وهات لها انا اتأخرت على شغلي فسوين عادت لها سيبيه وانا هاوم باللازم بعدها شابت جمعه في العربية وسوين جابت لهم الخمرة واحطتها في عربيتها وهات لهم امشوا الاخر الشارع وهتدي لكم الخمرة هناك ففضلوا ماشيين وراها لحد ما وصلت عند بيتها وهناك عادت عليهم يصاروا عندها في اتصرفوا بحريةكم بس ما حدش فيكم يطلع الدور اللي فوق النهائي عشان في شوية توضيبات فما ينفعش حد يقعد فيه بعد كده لبيتلوم البيتزا وروايت عليهم وطلبت من نوم ينادلها بماما وقضوا الليلة وانبسطوا وبعدين سوين ودعتهم بعدها سو راحت البار اللي بتشتغل فيه اركة وفضت متابعها من بعيد وتقريبا بتخطط لحاجة احنا ما نعرفهاش ونروح بعدها الاركة وعرفت مياجة على صديقها وقالت لها انا راح معاي الرحلة اغير جوا واكيد انا ماجي ما تجيبش حد من اصحابها في البيت في غيابها بعدها بنشوف الشباب خرجين من مدرسة ولقوا كارتونة خمرة محطوطة جنب العربية ومكتوب عليها مع حبي توقيع ماما والسوين كانت وقفت رائبهم بعيد بعدين بعتت فيديو للهالي وقالت لهم مش لازم نستنيهم الاجازة ممكن نتقابل النهاردة الساعة خمسة فالشباب انبسطوا وقالوا يلا بنا على بيت ماما بعدها الشباب وصلوا البيت عن سوين لكن لقوا شباب كتير جدا هناك واستقبلتهم سوين والعيال كانوا مبسوطين جدا بعدين كان في بنت انها معرك كان بقى فماجي بتقول هي مغمى عليها ولا ايه لكن هيلين قلت لها دي اشلي وابوها قص ودائما متتظاهر انها مغمى عليها في الحفلات عشان ما تشربش خمرة لابوها يقفشها ويعمل معها السليمة فسوين شغلت مزيكة وفوتت طرقس ياه والشباب لكن سمعوا صوت خبط جامل الدور اللي فوق فسوين قلت لهم ده صوت مكان التلجة قديمة ولا اغواشت على الحوار في نفس الوقت سوين طلعت فوق وفتحت تلاجة وطلعت منها حونها ودخلت بيها في قوضة في نفس اللحظة هيلي كانت عاوزة تفك حصرتك لكن لقيت الحمام مشغول فقلت لي ماجي تعالي نشوف حمام تاني فوق فهيلي داخلت الحمام وماجي وقفت تستانيها برا لكن سمعت صوت سوين بتزع على حد بصوت عالي فدخلت لي هيلي الحمام وقعت لها يلا ننزل من هنا بسرعة عشان كانت خايفة جدا فالبنات خارجين من الحمام لقوا سوين في وشهم وزعت فيهم جامد وقعت لهم ايه اللي طلعكوا هنا انزلوا تحت فماجي اضايق جدا وخرجت من البيت وكل الشباب خرجوا معاها تالي يوم ماجي صحيحة من نوم لقيت سوين بعت لها رأساية كتير او بتعتذر له بعدها قبل التحليف المدرسة فدخلت عليهم ستيفاني ستيفاني دي تبقى زميلوتهم في المدرسة وقعت لهم انها تامل عيد ميلاد عند ماما واخر الاسبوع وعزمتهم وفرجتهم على انسية لحبيبها جابوهولها هدية بعدها الشباب خرجوا من مدرسة لقوا سوين واقفة مستنياهم وعرضت عليهم يروحوا يصهروا معاه لكن الشباب رفضوا فهلاقيت لها ما تفكك مننا وشوفي لك واحد تحبيه واشغلك وقتك فسوين ادايت من كلامها جدا وثابتها ومشت بعدها سوين اتلمت على حبة شباب تانين وجابت لهم خمرة وقعت لهم امشوا وراها لحد ما وصلت عند البيت فالشباب حدفوا عليها كوباية عصير وجريو واليها دي الفراغ قاتلها جدا بعدها سوين اعملت عيد ميلادها عند سوين والشباب راحوا يحتفلوا معاه فسوين استقبالت اندي وماجي وبعدين قدمت مشروب لكل الموجودين في الحفلة فماجي سكرت وفقدت الوعي تاني يوم ماجي سيحت من انهم لا تأثر ضربة على جسمها وبتبص في مراهة ما رقيتش الحالة فودنا بعدها السوين فضلت تبع ترسائل وفيديوهات للشباب عشان تستعليجهم تاني لكنهم ما كانوش بيردوا عليها فهلا عملت فيديو وقالت فيه كلكم وعملوا بلوك الماما ومحد شروح يصار عندها دي ست مجنونة فالسوين شفت الفيديو والدائق جدا ففضلت تبعث فيديوهات كتير لماجي وبعد الشيلا وتقول لهم تعالوا نصهر سوا وانها خطرت بشغلها وممكن تترفض لما اشتاقتهم الخمراء عشان هما ينبسطوا وان المفروض يشكروها وكده في اخر الفيديو كانت بتعايت وترجطهم يقبلوها عند ركام الصخور بعدها الشباب راح قولها عند ركام الصخور فعلا وهي شكرتهم وقتلهم على عارفة ان اتصرفات الفترة الاخيرة بقت غريبة جدا بسهب ان مريض السرطان بن كرياس وباخد ادوية كتير بتقصع على نفسيتي وانا محتاجة لوجود اصحاب حوالي فالشباب زيالوا عشانها جدا واقولها احنا جنبك فهيلي قالت لما اجي على حور الانسيال وقتلها كان في ايدي خاتم بتاع جديتي في اخر يوم كنا صاهرينينا عندها ومش لقياه اكيد هي اخدتو فما جاءت لها وانا كان في ودن حالة امي وبرضو مش لقياه فهلقت لها احنا لازم ندخل بيتها نفتشوا عشان حوراتها كترة بعدها اهالي وماجي وصلوا البيت عند السوين ودخلوا من شباك وطلعوا الدور اللي فوق فدخل قط النوم ولوا فيها صور كتير ليهم وصور اهاليهم ومحرومات عنهم فالبنات اتصدموا في نفس اللحظة ابو اندي راح لعيادة البيتارية يطعم الكلب بتاعه وتفاجئ بالسوين وسلم عليها شكلهم يعرفوا بعض هنفهم هنفهم المهم معلم عزمة على الحاشة وهي وافقت نرجع للبنات تانية هم في قوضة سوين وبصوا لقوا بنته وقفها على باب الاوضة وحطوا على اشاق نعم وخيف فالبنت شاهد القناع واتضح انها جيني البنت اللي كانت قاعدة على كرسي متحرك في اول الفيلم لكن دلوقتي هي وافقة على رجليها فما جاءت لها انت ازاي وقفها على رجلك انا احنا مش مريضة بس سمي بتقول لي ان مريضة ولازم واعد على كرسي فما جاءت لها مش بتيجي مدرسة ليه فجيني قلت لها امي مش بتخرج من البيت خالص وبتقول انها خافة علي فسوين وصلت على البيت فجيني قدت لماجي وهلي يمشوا حالا قبل واما هتيجي وتشوفهم في قوضتها عشان هتضايق جدا وفعلا قدروا يخرجوا من البيت بعدها سوين وبن ابو اندي بتقابلوا قاعدوا يدردشوا شوي فضلوا يتكلموا بقى عن ايام زمان وطضح انهم يعرفوا بعض وكانوا اصدقاء في المدرسة وسوين كانت بتحبه وهو وهمها انه بيحبها لكن كان بيتحك عليها وكان ماشي مع ابنتي تانية اسمها مارسيدس هي مش عربية دي بنت فبين خرج من جيبه جهاز تتبع وقال لها انه حاطت الجهاز ده فعربية اندي ونلاحظ ان ابنه بيروح عندها كتير فقال لها عشان تتقمي مني في ابني قال لها انت فاشل انت اللي كنت هتموت علي وانا عبرتك بس تشافق مني لكن انتي انسانة فاشلة وقال لها بعيد عن ابني عشان هتشوفوا مني وش تاني عمرك وشفتي بعدها وهي ماشية بالعربية شافت مارسيدس حبيب بن بتجري في خبطتها بالعربية واتلتها وبعدين شغلت مزكة بصوت عالي وجريت زي المجنونة بعد كده بنشوف سوين دخلت العيادة اللي بتشتغل فيها وخدت منها شوات ادوية وظهرت لنا الدكتورة وهي مقتولة ومحطوطة في افص حيوانات وطبعا سوين هي اللي اتلتها ونفس الوقت الكاب بتاع ماجي كان بينزف فقال لك قالت لها هتصب بسوين تيجي تشوفه فما جاءت لها لا ما تصلش بها وقالت لما هنها تعرفها وحكيت لها كل حاجة حصلت وقالت لها انها كانت بتصهر عندها وبشربه خمر سوى بعدها بن راح عندي سوين وهو متعصب جدا وبقولها ابني فين فسوين خلق الجهاز التتبع تقريبا سرقته من عربية اندي ووريت هولو وراحت مديال حونة مخدرة وبنشوف بعدها بن وهو مربوط في السرير وسوين بتحقنه بدمر الكلب بتاع ماجي وبتقطع في جسمه بالسكينة وقالت له انا مش ناسة اللي عماته في انت زلتني وكنت بتصخر مني وبتضحك على صحابك فبن قاعدت رجاها تسيبه بعدها اريكا راحت لسوين وقالت لها لو قربت من بنتي تاني او دخلت يا بيتك هتصل بالشرطة وهحبسك فسوين بعثت لما جي فيديو من حفلة فيها كل اصحابه ووريت لها الحلقة اللي سرقته منها ويتلها شكرا عن الحلقة يا ماجي بعدها ماجي وصلت البيت عند سوين لحظت ان الشباب شاربين جامل وتقريبا سوين كانت حطالهم مخدر في المشروب وكلهم ادى شمله فماجي جات تخرج من البيت لكن لها كل ابواب مقفولة فطلقت الدور اللي فوق ودخلت قطة النوم لقيت بن مرمع السرير غرقان في دمه فجات سوين من وراها ورزعتها حقونة مخدرة يا كمان تاني يوم ماجي بتفتح عيونها ولايت نفسها مربوطة بتوق كلب في رقابتها وكل اصحابها مربوطين فسون قطعت تشيرت تشاز وحرقته بالمكوه في بطنه فاشلي بتحاول تهرب فضربتها بالمكوه في دماغها ونفس اللحظة الركب بتحضر الفطار وبتنادي على ماجي تيجي تفتر فماجي مش بترد فدخط الاودا ما لقيت هايش فاتصب بصديقها ستوه وقالت له بنتها مختفية ومحتاجها يساعده بدن نجا على سوين وبتوقعه جنب هالي وبتخلط لها بوقها اللي قلت لها بيه شوفيلك حد تحبيه وحل عننا عشان كده خلطته لها وقالت لما جي اكتر حاجة توجع ان كل اللي حواليك بيستمتعوا بوقتهم من غيرك من دير ما يفكروا حتى انك حاوزة تبقي معاهم قلت لها والاصعب انهم ما بيقوش شايفينك اصلا وانت وقفة قدامهم اللي ولها مليانة امراض نفسية وعن ما يتلوش في الكل بعد كده جابت بوهية بيضة وده هنبيها وقالت له محدش في الصورة هيبقى سود غيري فاندي فاق فاخيته بالحضن وقالت له ريحتك حلوة زي ابوك لكن مسكت سكينة ورشايتها في بطنه نفس الوقت سمعت الباب بيخبط فربيت على ماجي ما تطلعش صوت ولا هتباحها فراحت تفتح الباب لقيت زابب يقولها ان في ازايز خمرة كتير مرمية حوالين بيتها فقالت له معرفش عنها حاجة اسطح لكن هنضفها فالزابت ميشي لكن ماجي صرخت بصوت عالي فاشخة فالزابت رجع شوف ايه لكن سوين قتلته وهي وجيني سحبو جوا البيت بعدها سوين لم كل الاياه جنبها عالكنبة وهي تصورهم وبعد كده سوين اخذت الحبل اللي ماجي مربطة فيه وعلقته في السقف وحاولت تشنوها فسمع بنتها جين بتصرخ فطلعت تشوفها لكن جيني ضربطها على رأسها واقعتها من عالسلم وهي بتقع خلت معاها شمعة مولعة فالبيت بدأ يتحرق فالشباب بدأوا يفوقوا لكن كانوا مربطين من رأبتهم فجيني نزلت انقذت ماجي وفك بيئة العيال نفس الوقت اريكا وصاحبها ستو وصلوا وفتحوا لهم لكن سوين فاقت ومسكت بنتها وكانت عاوزة تاخدها فوق على قدتها فماجي عشان تمنعها ترابطها بالسكينة كلهم خرجوا من البيت لكن سوين فضلت جوه ودخلت قدتها ونابت جنب ابن وحضنته حد هنا بتنديهي احداث الفيلم المريضي النفسي له ساشتعمل لايك واشتراف في قناة الفرقرز واشا وصل لكم للجديد شوفكم في فيديو جاي الله السلام